اشتركوا في القناة بتبقى حلوة قوي علشان هم ابتديهم طاقة يلا بينا نبدأ نشوفها نعملها ازاي مع بعض بس لو دي اول مرة تشوفوني انا عالية لو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا دلوقتي واذا عجبكم الفيديو لايك وشير يلا بينا نبدأ علشان نعمل الكيكة دي هنحتاج 3 بيضات كبار في درجة حرارة الغرفة وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من الخل الابيض بعد كده هضربهم على سرعة متوسطة لمدة 3 دقايق لحد حجم البيض ما يتضاعف ولونه يكون فاتح وكمان القوام بتاعه يكون خفيف جدا وزي الرغوة الخطوة دي بتساعد ان الكيك يكون هش من جوه وخصوصا لو كنا هنضيف عليه فكهة او بطاطا زي الوصفة بتاعت النهاردة وبعد ما قوام البيض يكون بالشكل ده هبدأ دلوقتي اضف له السكر هحتاج في الوصفة دي كباية منه السكر الابيض بس مش هضفها على مرة واحدة هضيفه على 3 دفعات وزي ما قلتلكو لو كنتو مش بتحبوا الكيك اللي بالفواكه علشان قوامه ممكن يكون طري زيادة من جوه فبالطريقة دي هيطلع قوام الكيك هش جدا وكمان هتاخده طعم وفايدة الفكهة هضيف دلوقتي اخر كمية من السكر وزي ما انشايفين لونه الخليط بقى فاتح قوي وحجمه كمان زاد جدا بخلط كل دفع من السكر تقريبا لمدة دقيقة لحد قوام الخليط ما يكون بالشكل ده في المرحلة دي هبدأ اضيف الزيت هحتاج كوباية من الزيت النباتي انا استعملت زيت عبات شمس هتقدروا كمان تستعملوا زيت الدرة لو تحبوا مش هضيفه مرة واحدة هنزله على الخليط زي الخيط الرفيع وانا مستمرة في الدربة على سرعة متوسطة لحد كمية الزيت ما تخلص وهستمر في الخلط كمان لمدة نص دقيقة تقريبا لحد ما تأكد ان الزيت اختلط كويس مع باقي المكونات بعد كده هضيف له البطاطا الحلوة هحتاج كوباية من البطاطا المسلوة والمهروسة وبسلقها عادي زي البطاطس بالزبط وهضربها لمدة نص دقيقة تقريبا او لحد ما تأكد انها توزعت كويس في الخليط بعد كده هضيف مكون مهم جدا واساسي في الطعم وهو العسل اسود او الدبس هنحتاج منه نص كوباية وهنخلطه كويس مع باقي المكونات العسل اسود مش بس بيدي طعم حلو مميز للكيك بحس انه قريب من طعم الكارمل شوية كمان القيمة الغزائية بتاعته بتكون عالية جدا وبصوا لون الكيك تغير وبقى حلو قوي كأنها كيكة بالكرم المش بالبطاطا هبدأ دلوقتي احضر المكونات الجفة هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق العادي متعدد الاستعمالات وهضيف عليه ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البايكينج سودا ومعلقتين صغيرين من البايكينج باودر كمان هنحتاج معلقتين صغيرين من القرفة ومعلقة صغيرة من الفانيليا تقدروا كمان تضيفوا نص معلقة صغيرة من القرنفل والجنزبيل بعد كده هنخل المكونات دي كلها على خليط السوائل كمان الخطوة دي بتضمن قوام كيك هش جدا تقدروا كمان تعملوا الخطوة دي قبل ما تبدأوا في تحضير الكيك هضيف عليهم دلوقتي كوباية من المكسرات المجروشة الخطوة دي طبعا اختيارية وتقدروا تستغنوا عنها بس بتدي طعم حلوة قوي وارماشة حلوة للكيك الجوز او عين الجمل من الحاجات اللي بتليق قوي مع الوصفة دي بس كمان تقدروا تتعملوا اي حاجة متوفرة عندكو تقدروا كمان تضيفوا كوباية من الزبيب بيبقى حلوة قوي مع الكيكة دي بخلط المكونات بالراحة بالشكل ده علشان ما خرجش الهوى من الكيكة يدوب لحد الدقيق ما يختفي ونحاول على قد ما نقدر ما نخلطش زيادة عن اللزوم علشان الجلوتين اللي في الديق ما يشتغلش وقوام الكيكة يكون جاف بكون محضرة سانية فرد مقاسة 20 في 30 ودهناها بطبق بسيطة من الزبدة وبنزل فيها خليط الكيك هو بيكون قوامه سميك شوية اكتر من قوام الكيك العادي بنزله بالراحة طبعا علشان الهوى ما يخرجش منه وبعد كده بحاول افرده فلصانية بالشكل ده علشان اتأكد ان الكيك كله بسمك واحد من الحاجات كمان اللي بتخلي الكيك متساوي وما يكونش قابب من النص بجيب خلة سنان كده وبرسم بيها زي دواير على الكيك الطريقة دي مضمونة جدا وبتخلي الكيك يتوزع كويس فلصانية والسطح بتاعه يكون متساوي بعد كده هدخله على فرن سخن درجة حرارته 160 هياخد في الفرن تقريبا من 45 ل 50 دقيقة والتسوية بتاعتها بتكون مزبوطة جدا ولو حابين تتأكدوا اكتر تقدروا تدخلوا عود خشب وبيطلع نظيف مفيش عليه اي عجين بالشكل ده كمان السطح بتاعها طالع مستوي جدا زي ما قلتلكو هسيبها دلوقتي لحد ما تبرد تماما وتقدروا طبعا تقدموها زي ما هي كده لحتها وطعمها بيكونوا حلوين جدا بس ان حابة زينها بطبقة من الكريمة هحتاج 250 جرام من الجبنة الكريمة وهحتاج كمان 100 جرام من الزبدة الجبنة والكريمة لازم جدا يكونوا في درجة حرارة الغرفة بعد كده هدربهم بالمدرة بالكهرباء لحد ما يختلطوا كويس مع بعض وقوامهم يكون زي الكريمة واللون بتاعهم فاتح علشان كده لازم نخرجهم قبل ما نستعملهم بفترة كافية من التلاجة ودايما بلمل على الحواف كده علشان يختلط كويس مع بقية الكريمة بعد كده هنخل عليهم كوباية ونص من السكر البدرة ومهم جدا انه انخل السكر البدرة قبل ما استعمله في اي وصفة وبكمل خفق لحد ما تتكون عندي كريمة متجنسة ونعمة وفي نفس الوقت تكون متمسكة الكريمة دي بتكون حلوة قوي اقدر استعملها مع وصفات تانية كتير مش بس مع وصفة الكيك ده خلاص كده هو ده القوام واللون اللي احنا عايزينه طبعا مش بحطها على الكيك قبل ما اتأكد انه بيرت تماما بوزع الكريمة وبحاول افردها بشكل متساوي وصفة الكيك دي متأكدة لو جربتوها هتعجبك جدا كمان الكريمة دي بتنقل طعم الكيك نقلة تانية خالص انا عموما بحب الكيكات اللي بالفواكه والقرفة بس كان القوام الطري زياد عن اللزوم ده بيضايقني بس لما عملتوا بالطريقة دي عجبني جدا كمان تقدروا تعملوا الكيك دي بحاجات تانية غير البطاطا لو عايزين اجربها مع بعض ابعتولي في الكومنت كمان حابة ارش على الوش كده شوية من المكسرات المجروشة زي ما قلتلكم تقدروا تستعملوا اي حاجة موجودة عندكم تقدروا كمان تعملوها بالفل السوداني بتبقى حلوة قوي بس المكسرات عموما بتدي الكيك ده ارمشة وطعم حلو قوي خلاص كده احنا الكيكة بتاعتنا تقريبا بقت جاهزة يفضل طبعا ان احنا نسيبها في التلاجة ساعتين علشان ترتاح والكريمة تتماسك على الكيكة بس ما اعتقدش ان في حد هيقدر يستنى بصراحة الكيكة دي كمان بيكون قوامها طري جدا وفي نفس الوقت هشة جدا وبتفضل طازة وفرش ليومين او تلاتة في التلاجة انا حبيتها بصراحة اكتر من كيكة الجزر خلينا نطلع قطعة ونشوف الكيكة من جوا شكلها ايه بس زي ما قلتلكم كان لازم تدخل للتلاجة لمدة ساعتين على الاقل علشان الكريمة تتماسك عليها يعني بصوا شكلها تحفة كمان ريحتها حلوة قوي الكيكة دي فعلا من احلى الكيكات اللي جربتها بصوا قد ايه طرية والقوام بتاعها من جوا هشة زي كمان الطعم المكسرات جواها كمان بيديها ارمشة حلوة قوي وزي ما قلتلكم هي بتبقى حلوة قوي ومغزية للولاد لو كان عندهم مذاكرة او بيتمرنوا هي دي كانت وصفتنا للنهاردة اتمنى انها تكون عجبتكو وتجربوها وبالفة هنا وشوفها مقدما لكل اللي هيدقها كل المقدير هسيبها لكو تحت الفيديو بالكوب وبالجرام اشوفكو على خير في فيديو جاي ان شاء الله باي باي